في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العراق عامة يعيش سكن المناطق العجوائية في كربلاء أسوأ ظروف المعيشة وانتشار الأمراض بكل أنواعها ورغم حضر التجوال الذي تشهده المدينة إلا أن المواطنة اليوم لم يجد لقمة عيش تسد رمقه في وقت يشعر الجميع برعب وخوف بسبب وباء كورونا الناس ضعفة وفقراء وكلها لا حولها ولا قوة إلا بالله يعني ماكو فد معين ماكو الدولة ماكو خدمات الصبر لا على يقطونا لا مصرف يعني وحنا محجوزين بالبيوت بساطة نعزلها نمود كساء وممنوع واحد يطلع للشارع وخذونا هم ترى للمركز وخذونا وهذا تشوف الوساخة بقى حتى خطايا ما تتعلم من وراء هذه وتمرضوا هذه المناطق الشعبية الفقيرة مهجورة مهمولة أي والله يردون هذا واحد يراعيهم وحدي يطيهم ماسرف وحدي يطيهم سنوات مرت وما زال المواطن لم يحصل على أبسط حقوقه التي يكفلها الدستور العراقي فمن هنا تزداد المعاناة في ضل كورونا ومن هنا يستفحل الفساد الإداري والمالي الذي انعكس سلبا على المواطن العراقي من كربلاء وليد الصالحي التغيير